قررت اليوم جرب وصفة الماما الشهيرة وصفة المار بالكيك بس اكيد عدلت فيها شوي وضفت عليها ساز قناش بمكونات موجودة بكل بيت من دون كرامة اذا عابلكم تعرفوا كيف عملت هيدا الكيك الكتير طيب وكتير بسيط احضروا هيدا الفيديو للاخير للمكونات بدنا كباية زيت كباية سكر كبايتين وثلاثة ارباع تحين كباية لبن ملعة كبيرة فانيلا وملعة صغيرة باكينج سودا وخمسة بيت بنبلش بخلط السكر والزيت بنخلطهن كتير منيح بالويسك ما في داعي لنعوز الماشين لهيدا الوصفة بعد ما نكون خلطناهن منضيف في البيض واحدة واحدة على مراحل وكل ما نضيف واحدة بدنا نخلط منيح تنتأكد انه البيض اندمج مزبوط مع الزيت والسكر بعد ما نخلص خلط البيض والزيت والسكر منضيف الفانيلا واكيد منرجع منخلطه منيح ومنحطر الطحين والبيكينج سودا انا هوني نخلط الطحين والبيكينج سودا تما يصير عنا ولا كتل هلا بدنا نبلش نضيف الطحين واللبن على مراحل منضيف اول شي شوية الطحين منخلط منرجع بعد ما نكون خلطنا الطحين منضيف شوية لبن وكمان منرجع منخلط ومندلنا عم نعمل هيك لحتى يخلص عنا كل كمية الطحين وكل كمية اللبن بالاخر بيصير عنا الخليط بهيدي الكثافة هلا حافصله بوعاءان مشان نقدر نزيد على واحد منهم شوية كوكو باودر تنعمل الماربل كيك ومتل ما كنت شايفين انا هوني فصلتهم وعم ديف حوالي ثلاث ملاعه اكبار من الكاكاو كمان عم ننخر الكاكاو تم يتكون عنا كتل ها ادمجهم منيح وهلا صار وقت انو نحطهم بالقالب اكيد انا القالب تباعي دي هنتو زيت ورش بقلبه طحين سو بدنا نحط شوية من الخليط اللي على شوكولات فيكن تعوزوا سكوب او ملاعه ما بيأثر وشوية من خليط الفانيل ندلنا نعمل هيك لحتى انعب القالب بعدين مناخد سكينة ومنصير ندمجهم سوا بس ما لازم ندمجهم كتير مشان نشوف الماربل تكستشور من جوا بعد ما نخلص هايدي الستب بنا ندخله على الفرن ع درجة الحرارة 180 الرف الوسط لحوالي 40 او 45 ديئة انا اخد معي 40 ديئة على المزبوط وبعد ما خلصت طلعته هيك من الفرن ليكو شكله مأحلى فينا نقدمه هيك بس انا قررت انه اتفنن شوي وزيد عليه سوز جناش سوز جناش كتير بسيطة للجناش عندي هون كبيت حليب نص كبيت سكر 3 ملعقة كبار كاكاو 3 ملعقة كبار طحين ملعقتين كبار مي وملعقة كبيرة زبدة منبلش اول شي بخلط الحليب والسكر مندمجهم منيح مع بعضهم بعدين منضيف عليهم الكاكاو والطحين بس قبل ما نعمل هيك لازم ننخل الكاكاو والطحين دايما مننخلهم كرميل ما يكون عنا ايا كتل سو متل ما نكون شايفين انا هون نخلط الكاكاو والطحين بقلب خليط الحليب والسكر ورجعت دمشتهم اول شي على البارد اكيد ضفت الميات ملعقتين كبار من المي دمشتهم اول شي على البارد بعدين نقلتهم على الغاز ودليتني حرك لحتى وصلوا للكثافة معينة اللي هن بيصيروا بهيدا الشكل بعد ما وصلوا لهيدي الكثافة متل ما كون شايفين شلتهم عن الغاز ورجعت ضفت عليهم هالملعة كبيرة من الزبتة هلا ازا حسيتوا القناش طبعا كتير سميك فيكم ترجع تضيفوا عليه بالاخير شوية حليب وبيصير سايل اكتر بنحطوا هيك فوق القاتو وهيك بيكون صار القاتو جاهز للتقديم شكله رائع وطعمته ولا اطيب ازا عجبتكن الوصفة ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو سبسكرايب لماي تشانل واكيد عملوا فولو على الانستجرام لوصفات كتير طيبة وسهلة وسحتين والف همم موسيقى 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 اشتركوا في القناة